أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار قوات الحوثي في تصعيدها وهجماتها الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ باليستي وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة وجددت مصر تأكيدها على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين وما تمثل من تهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين كما أعادت مصر التأكيد على موقفها الثابتة الداعم للسعودية وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين